أكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أهمية دفع سبل التعاون المشترك بين الجانب الفيتنامي والمنطقة الاقتصادية في عدة محاور أهمها جذب استثمارات وخبرات فيتنامية لإقامة مشروعات صناعية في مجالات عدة مثل الصناعات عالية التقنية والصناعات المغذية والتكميلية لصناعات السيارات جاء ذلك خلال لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع نهيب رئيس الجمعية الوطنية الفيتنامية ناجوين هويدونغ خلال زيارته للقاهرة على رأس وفد برلماني فيتنامية وأعرب جمال الدين عن تطلعه للتعاون المشترك بين الجانبين خاصة أن المنطقة الاقتصادية لها مفاوضات ثنائية سابقة مع الجانب الفيتنامي في مجالات وقطاعات متنوعة شكرا